موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا الأسبوعي فعلى مدار ساعتين سوف نقف على ملفات إخبارية وقضايا عدة شهدها هذا الأسبوع أبرزها حوار فتح وحماس وملف شليط وزيارة بيريز إلى مصر وحديث الثوريت الذي سربته صحف إسرائيلية هذه المرة ومن أم الدنيا نذهب إلى أم العالم الصين حيث نقف عند الإضطرابات بين عرقي الإيغور والهان ونسأل من خلف هذه الأزمة وما تدعيتها ومن الصين سنعود مجددا إلى منطقتنا حيث نفتح ملف إيران ثم الجزائر وأزمة الرهبان ومستقبل حكومة الشيخ شريف في الصومال وبالسودان نختم جولتنا هذه سوف يصحبنا على مدار الساعتين كل من الدكتور عزام التميمي الباحث والكاتب أيضا وكذلك الصحفي والكاتب الأستاذ عبدالله حمودة وكذلك الباحث الأستاذ لطفي زيتون مرحبا بكم جميعا دكتور عزام فلأبدأ معك وفد مصري قبيل الحوارة والجولة التي ستعقد في الخامس والعشرين من هذا الشهر وهي الجولة السابعة طار إلى دمشق وإلى رمالله ماذا يحمل هذا الوفد الأمني المصري في جعبته وهل مصر تحضر لشيء جديد بسم الله الرحمن الرحيم نعم هذا الوفد ذهب كانت يوم الثلاثاء والأربعاء كان في دمشق وصباح الخميس توجه إلى رمالله هذه الجولة الجولة القادمة محتم أنها ستفشل إن لم يحدث انفراج في قضية المعتقلين وما يجري من إجراءات ضد حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقاومة في الضفة الغربية المصريون أرادوا استباق الجولة القادمة وهي كما ذكرت الجولة السابعة في الخامس والعشرين أرادوا أن يستبقوها بترتيبات علهم يتمكنوا من ضمان النجاح هم شعروا في الجولة السابقة بأن حركة حماس لا يمكن أن تتنازل عن إغلاق الملف الأمني في الضفة الغربية بمعنى إطلاق جميع المعتقلين ووقف هذه الممارسات والممارسات لم تطل فقط على اعتقالات وإنما إغلاق مؤسسات مصادرة أموال قضايا كثيرة جدا وعلى هذا الأساس يعني ماذا يريدون من حماس بالضبط في هذه النقطة هل يريدون أن تؤجل هذا الملف كما تريد فتح دكتور عزام إلى ما بعد حل موضوع حل الأزمة برمتها ثم يحل هذا الملف أم ماذا يريدون بالضبط من حماس كي يضغطوا عليه لا الانتباع الذي تشكل لدي أن هذه الجولة ليس المقصود بها الضغط على حماس بقدر ما هو المقصود الضغط على الفريق الآخر ولذلك في رام الله اجتمعوا مع كافة الجهات المعنية الآن فتح صحيحي التي تذهب إلى الحوار ولكن فتح ليست الطرف المعني وحده هناك أطراف أخرى ففي رام الله اجتمعوا مع فتح واجتمعوا مع قادة الأجزاء الأمنية واجتمعوا مع ناس من مكتب جنرال ديتون لا أدري أن اجتمعوا بديتون نفسه أو لا ولكن معلوماتي أنهم اجتمعوا مع الأمريكان أيضا لأن الذي يجري في الضفة الغربية هو بقيادة أمريكية بإشراف أمريكي وبخطة أمريكية ولا بد أن تقتنع هذه الأفراد بأنه لا سبيل لإنجاح محادثات القاهرة إلا بإطلاق صراح المعتقلين ووقف هذه الإجراءات حماس بالنسبة لها هذه نقطة لا يمكن تجاوزها جيد أستاذ عبدالله حمودة ماذا في خبايا هذه التحرك المصري الأخير وهل يمكن أن ننتهي بما وصل إليه الدكتور عزام أنه هل تحصل المصريون على شيء من حماس واليوم يفترض أن يلتقوا أيضا بالرئيس محمود عباس في رمالله يعني لست أدري طبيعة سؤالك عما تحصل عليه المصريون من حماس أو من فتح أو من غيرها كل ما يريده الطرف المصري حاليا هو التوصل إلى مصالحة بشكل ما يتوج بها جهودة ويستطيع أن ينتقل منها إلى مرحلة قادمة أنه يبقى فيه طرف فلسطيني واحد يمفاوض أو يقبل على عملية سلام ويواجه الضغوط الإسرائيلية التي تحاول أن تفرض أمر واقع في كل لحظة النقطة الأساسية هي أن مصر التي كانت تستقبل فقط أو كانت تتصل مع السلطة فقط أصبحت الآن في موقف يجعلها تشعر بالقلق على ضياع جهدها وأصبحت تحاول المبادرة بالاتصال بإرسال وفد طبعا مسألة ذهاب وفد أمني إلى دمشق لمقابلة خالد مشعل مسألة غير مسبوقة لم تحدث من قبل وهذا يشير إلى تحرك جديد في الموقف أنها تنسق مع حماس كما تنسق مع فتح كما تنسق مع السلطة الوطنية الفلسطينية هناك نوع من ترفيع درجة التعامل السياسي مع حماس بأكثر مما كان عليه في السابق وأن مصر تتصل بهم أيضا هذا أمر يعبر عن نوع من التقدير وخطوة مهمة جديرة بالاعتبار ما تفضل به الدكتور عزام من حيث الاتصالات التي جرت ما جرى من اعتقالات في الضفة الغربية أو من اعتقالات حصلت في غزة هي تشير إلى فقدان الثقة بين الطرفين وهذا يجعل الطرف المصري يشعر بالقلق وأن وساطته يمكن أن تفشل ولذلك هناك حاجة للضغط للأسف الشديد أن ما يجري الآن من ضغط على حماس في إطار عملية التفاوض للحصول على أفضل موقف لفتح لا يتماشى إلا مع سياسة إسرائيل ويجب على فتح وعلى السلطة الوطنية وهي تضغط على حماس أن تأخذ بعين الاعتبار أن ما تفعله برؤية جزئية له أثار أكثر شمولا يجب الاعتبار لها وأعتقد أن الوفد المصري كان يوضح هذه النقطة للجميع جميل هل من مفاجآت يمكن أن تتوقحها أستاذ لطفي في مقدمات هذه الجولة التي ابتدأت الآن بزيارة المصرية يبدو أنه هناك طيار الاعتدال في الدول العربية يبدو أنه حصلت له قناعة أنه ممكن يقع اختراق في الوضع الفلسطيني أمريكا كانها مهيئة استعدادا لضرب إيران يمكن هذه المهلة التي وضعتها قمة الثمانية إلى سبتمبر أنه لن يقع تصعيد ضد إيران إلى سبتمبر وسننتظر التحركات الإسرائيلية كلها تنبه أن هذا معسكر الاعتدال يريد أن يهدأ الساحة في الشرق الأوسط السعودية تتحرك على محور لبنان محاولة دخال حزب الله في الحكومة وحكومة وحدة وطنية في لبنان لاستيعاب حزب الله مصر الآن تتحرك بقوة تجاه الحماس أيضا في نفس الإطار هي في تقدير محاولة لتهدية الجبهة فلسطين ونبنان استعدادا لأحداث قد يشهدها هذا الخريف هل تعتقد بأن مصر فضلت مرة هذه الذهاب إلى دمشق ورمالب بدل من الانتظار في كل مرة هذا هو الجديد الآن مصر صبره ينفذ تريد أن تحقق شيئا قبل هذا موعد وإن كان لازال دكتور عزام التعامل يأخذ طابع الأمني لأنه على قل الوفد الذي يزار لا يحمل أي شخصية سياسية هو وفد أمني ما هذا أصحاب النفوذ في مصر هو الملف كله للأمنيين للأسف الشديد المؤسسة الأمنية المصرية تتعامل مع قضايا تعجز عن معالجتها وزارة الخارجية ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن وزارة الخارجية المصرية في الوقت الحالي في موقف ضعيف لأن السياسة الخارجية من اختصاص الرئيس ووزير الخارجية يعتبر زي سكرتيرر للرئيس للشؤون الخارجين وانعكس هذا الضعف فأصبح القضايا الحساسة وذات الأهمية تلحق إلى جهاز الأمن القومي يعني وزارة الخارجية عملها علاقات عامة مثلا؟ يعني أنا آسف بس لا لا إيه يعني حاجة كده نعم طيب دكتور عزام لفت انتباهنا أيضا التقرير الذي نشرته القدس العربي اليوم على صفحتها الأولى تقول أنها تنقل عن قيادة في حماس لم تسمه بأن مصر طلبت من حركة حماس تقديم تنازلات لإسرائيل وأن الجولة الماضية تأجلت هكذا يقول المصدر يعني تأجلت بسبب طلب المصريين من حركة حماس تقديم شيء ما لوزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك بمعنى أي تقديم تنازل معيد أنا قبل أن ندخل على الستوديو اتصلت بأحد أعضاء الوفد الذي حضر اللقاء عن حماس أحد أعضاء وفد حماس في مباحثات القايرة ونفى نفيا قاطعا أن يكون قد أثير هذا الموضوع نفى أن يكون المصريون قد طلبوا من حماس أن يعطوا باراك أي شيء لا أدري من أين جاءت القدس العربي بهذا الخبر إذن يبدو أن التسريبات هذه ليست الشيء الوحيد الذي ذكر فيما يتعلق بالإسرائيليين في ذلك الوقت أن المصريين أخبروا حماس بأنهم أخبروا الإسرائيليين بأنهم إذا أرادوا أن يتفاوضوا على قضية شاليت فلا بد أن نبدأ من حيث انتهينا وليس من الصفر ولكن ملف شاليت واقف لا حركة فيه لا يوجد أي تقدم ملف شاليت واقف على الرغم من أنه سيادة الرئيس المصري حسني مبارك تحدث خلال هذا الأسبوع مع زيارته مع بريز وطمئن وقال لهم أنه شاليت بخير أيضا خرج في مقابلة مع دعوة أحرانوت يسترد أنها نشرت اليوم قال بأنه إسرائيل حم الإسرائيل هي فشال عملية صفقة التبادل لكن ملفة انتباهي دكتور عزام هو أنه أيضا قال إن شاليت بصحة جيدة ونصح الإسرائيليين بعدم التكلم بشكل عالني عن شاليت وقال بقدر ما تعتبرون قضية شاليت مهمة بقدر ما تتصلب حماس في موقفها وأضاف قلت للمسؤولين الإسرائيليين لا تتحدثوا عن قضية شاليت هي ستحل رويدا رويدا يعني هو كلام عام ما فيش في معلومات جديدة الحقيقة حماس ترفض أن تتكلم عن شاليت بأي شكل من الأشكال لأنه تعتبر أنه هذا هو من مثابة إعطاء شيء للإسرائيليين مجانا يعني حتى وضعه الصحي وضعه نفسه عايش ولا مش عايش يرفضون التحدث بهذا الشأن أنا أظن أن مصر تخشى مع مرور زمن أن يأخذ الملف من أيديها وأنا أعلم لدي معلومات لأن هناك جهات عدة دولية تحاول أن تدخل على الموضوع من باب وساطة أخرى أو وساطة مختلفة على الأساس أن الوساطة المصرية في هذا الموضوع لم تأتي أكلها لكن يصعب الحقيقة أن تفعل أي شيء دون أن يكون المصريون جزءا من التفاوض هل هذا ما دفع رئيس حسن بارك وستد عبدالله حمودة للخروج والحديث على ملف شريط وكأنه بيده يعني طمأنة حتى الإسرائيليين أنه بخير وأنه بسلام غير طبعا إعطاء الإسرائيليين حتى بعض النصايح المهمة في أثناء التعامل مع حماس من ضمنها عدم تكبير قضية شريط حتى لا تصر حماس على شروطها أو تدخين يعني أنا لاست أدري ماذا أقول لكن في بعض الأحيان بعض السياسيين عندما يخاطبون البعض يقدمون لهم ما يريدون أن يسمعوه يعني مسألة أنه شريط بخير أو بغير خير فدي قضية تتعلق بأسريه وموقفهم منه وأنا مش عايز يعني أدّم معلومات بس إحنا الأسير عندنا بنعمله معاملة ديننا ومعاملة أخلاقنا فإذا كان الرئيس مبارك يتكلم على هذا الأساس فهو مشكور وهذه هي حدود ما يمكن أن يقال لكن مسألة تقديم قضية شريط على قضايا أخرى فهي مسألة أولويات تتعلق بمن يقول ولا تتعلق بصاحب القرار النهائي وصاحب القرار النهائي هو الذي في هذه الورقة الرئيسية لكي يقرر بعد كده ما يمكن أن يفعل يعني أنا أعتقد أنه لا داعي للمبالغة في هذه الأمور لدينا أكثر من عشرة آلاف أسير وكل منهم بالنسبة لنا ضفروا أفضل من مئة شريط ودعنا نكتفي بذلك زيارة بيريز لمصر كيف قرأتها أستاذ عبد الله يعني هناك أسباب عديدة جدا هناك من يتحدث عنه أنها زيارة لمحاولة تقديم صورة أفضل في التفاهم مع مصر بأفضل مما حدث مع نتنياهو وشكل تصالوحي أفضل ونحن نعلم أن بيريز هو رجل تمييع المواقف يعني بأكثر منه التعبير بالشكل الفج الذي يأتي من آخرين مثل نتنياهو وليبرمان وإن كان الرئيس حسن مبارك وصفه بغير وصفك هذا بأنه رجل السلام الحقيقي وهو الصديق القديم يعني أن نتعلم من الرئيس حسن مبارك بحكم سنه وخبرته يعني أن نتعلم منه الكثير لكن هي جزء من هذه الزيارة كمان أنه إسرائيل تريد رأي آخر في تقييم حالة الرئيس حسن مبارك وما إذا كان يمكن أن يستمر لفترة أو حيعمل إيه أو قراراته ستكون شكلائي ومستقبل الحكم في مصر وهذه مسألة يعني هل هذه الزيارة لها علاقة بملف التوريط يعني؟ كل زيارة وكل تقرير بيبعثه دبلوماسي إسرائيلي أو دبلوماسي غربي يأخذ جزءا من هذا لأن هناك قلق بالنسبة لمصالح دول معينة في مصر وهناك قلق من احتمال تعرض هذه المصالح للخطر إذا لم يحدث نقل سلمي للسلطة إلى يد آمنة بالنسبة لهم هذه هي القضية الأساسية اليد الآمنة بالنسبة لهم لعله إذن لا يوجد صدفة في تزامن هذه الزيارة مع تصريحات التي أشرتها يدعوت أحرانه سأتي إذا سمحتم إلى ملف التوريط بشكل مفصل أنه على الأقل محور أساسي اليوم لكن دعني أقفل معك هذه النقطة أستاذ لطفي هل لفت انتباهك أمر ما على الأقل؟ يعني مثل رئيس حسني مبارك في زيارة بيريز أكد على مسألة أنه على إسرائيل يجب أن تخطو خطوات حقيقية وبمعنى أنه تحدث بلغة شديدة إلى حد ما في ملف السلام بيريز قال بأن الموضوع انتهى دولة دولتان دولة يهودية صرفة ودولة فلسطينية عربية يعني ما يقوله الرئيس المصري على المال أنا من شوف أنه جدي كثيرا أولا اختزال الخلاف بين حماس وفتح في موضوع جزء قضية المعتقلين في الظفة الغربية وفي غزة طيب أطلق صراحة أولا ماذا سنفعل في الأجهزة الأمنية ماذا سنفعل في الخلاف بين خط المفاوضات وخط المقاومة ماذا سنفعل في قضية دايتون في الظفة الغربية هذه القضية بسيطة جدا أيضا اختزال الخلاف والصراع الآن في شليت يعني شليت بصحة جيدة وليس بصحة جيدة والإسرائيليين أفشلوا المفاوضات أو حماس أفشد كل هذا اختزال القضايا الكبرى يعني بعد أن يطلق شليت ستسوي الأمور لنشوف أن هذا العجز المصري هذا الاختزال يعبر عن العجز المصري في مواجهة القضايا الكبرى وهو الدليل آخر أن المعنى المباشر بكل هذه التحركات ليس القضية الفلسطينية ذاتها بل ما أبعد من القضية الفلسطينية وجود بيريز في القاهرة هو تقديري أنه للتثبت كما قال الأستاذ عبدالله أنه للتثبت من صحة مبارك يعني أنه لما تنشر مع العريف تقول أنه يتكلم بصعوبة يعني ليس مراسل مع عريف هو التسلم مبارك وشوف يتكلم يكون الرئيس دولة هذا جلس معه يعني وعرف أنه يتكلم بصعوبة فهذا القضية يعني كأنه كان يختبر قدراته الذهنية فأنا شايف في مصر كأس سياسة المصرية في المنطقة كأنها في حالة تأتيه يعني أنه تهرب وتجري من القضايا الحقيقية ومن الأسئلة الحقيقية لأنها ليست لديها إجابة وليس لها لا ترى لنفسها دورا في أي إجابة ممكنة طيب جميل إذن يبدو أننا بالفعل على الأقل شبه تتفقون على أنه هذه الزيارة لها بعد ما يتعلق بملف السلام لكن لها بعد آخر دكتور عزام وهو صحة الرئيس حسني مبارك صحة الرئيس حسني مبارك طرحته صحيفة معارف الإسرائيلية في تقرير كبير و يعني أخذ ضجة على كل التسريبات التي تخرجها إسرائيل من وقت إلى آخر على صحة الرئيس المصري هذه المرة كما قال الأستاذ لطفي هنا أشارت عن قرب إلى أكثر مسألة أن الرئيس المصري بدأ مؤخرا ضعيفا جدا يتكلم ببطء ظهوره على الملأ كانت طراريا قالت أنه مبارك يواجه فترة صعبة من الناحية الشخصية منذ وفاة حفيذه قبل شهور وهو الذي سبب له ضعفا جسديا ومس متعته في الحياة هكذا تصف صحيفة دعوة أحران هل فعلا دكتور عزام تعتقد بأنه من ناحية المعلومات أن هذه المعلومات لاها مصدقية أولا ثم هل تؤيد فيما قالته الصحيفة بأن مسألة انتقال السلطة ستتم في عهد حسن مبارك ولن تتم بعده ما يتعلق بحالة الرئيس تتحدث عنه الصحافة المصرية وتتحدث عنه الصحافة العربية بشكل عام يعني ربما لم لا يعتبر هذا سبق بالنسبة لصحيفة معارف فيما يتعلق بأن عملية التوريث أو عملية انتقال السلطة ستحصل ستجري في حياة الرئيس مبارك أو أن لا أدري من أين استقوا هذه المعلومات أو مدى صحتها ولكن أنا الذي أستفيده من ذلك أن الإسرائيليين مهتمون جدا بمآل انتقال السلطة في مصر مصر مهمة جدا لابد أن يقلقوا ويهتموا ويحاولوا أن يعرفوا ويحاولوا أن يبحثوا نحن هنا لا نتكلم عن دولة ديمقراطية آليات انتقال السلطة فيها معروفة وآليات صنع القرار فيها معروفة القرار أو صناعة القرار في البلدان العربية بمجمليات هي مزاجية صاحب السلطة أي أن كان هو الذي بما يريده أو يراه أو يرغبه مع من يحيط به هو الذي يؤدي إلى صناعة القرار الجميل يعني دكتور عزام ما قاله دكتور عزام سعد عبد الله يبدو بالفعل يعكس قلقا كبيرا في المنطقة ويبدو أن أكبر طرف قلق من مستقبل التوريد في مصر ليس هو الشعب المصري بقدر ما هي إسرائيل لا دي رؤيتك من خارج هو الشعب المصري أكثر قلقا على مستقبله من أي طرف آخر لكن هو لا ينفي أن إسرائيل قلقة أن أمريكا قلقة أن هناك أطرافا كثيرة عربية قلقة يعني أنا فاكر كنت في الستينات والسابعينات أواجه انتقادات من كثير من الإخوة العرب بطغيان النفوذ المصري دلوقتي أنا أجد منهم كثير من الغضب عن انحصار النفوذ المصري فأنا يعني القضية هي أنه كيف تكون يعني النطلوب منهم أن يحددهم كيف تكون كيف تكون مصر يعني طرفا يعني هي العمق الاستراتيجي للعرب وفي نفس الوقت هي النفوذ الدافئ القوى النعمة التي يرحب بها ولا يشعر بالقلق منها يعني هذه هي النقطة التوازن التي يحتاج الحكم في مصر إلى معرفته ما يجري في مصر الآن يعني هل هذا الكلام علاقة بصحة الرئيس طبعا لا علاقة بصحة الرئيس لأن احنا يعني أولا كل شيء في الدنيا مرتبط بصحة السيد الرئيس يعني كل الحياة تتوقف إذا حصل شيء لصحة السيد الرئيس لأنه كله هو السيد الرئيس يعني احنا كنا بنا تكلم زيبان أيام عبد الكريم آسم كنا نتكلم على الزعيم الأوحد يعني يبدو أن المسألة تاريخيا تطورت بأشكال مختلفة لدرجة أن الحديث عن صحية السيد الرئيس بتدخل رؤساء تحرير السجن يعني وغير ذلك يعني كأنه الإنسان لا يمرض يعني لكن النقطة التوازنية بالنسبة لما قيلة في المناقشة بينك وبين الأخوة هنا أنه هناك قلق داخل مصر بالنسبة لانتقال السلطة وهناك قلق في دائرة الصغيرة التي تريد أن تنتقل السلطة من الأب للإبن وهناك أطراف في هذه الدائرة الصغيرة تريد أن تنتقل السلطة في حياة الأب حتى يتم تأمين وضع الإبن بنفوذ الأب وهو على قيد الحياة لأن المسألة غير مقبولة لكن هناك أطراف أخرى أركان أساسية في السلطة في مصر خارج الدائرة الصغيرة كل منها أو بعض منها يشعر أنه الوريث الحقيقي للسلطة ويرفض هذا وهناك أطراف أخرى ترشحها قوة ما زالت نظيفة لم يضرب الفساد في أطنابها ترشحها بأنها تكون هي الأحق بالسلطة في فترة انتقالية حتى تستعيد مصر عفيتها بعد فترة الجمود الطويل ويتم إعادة البناء مرة أخرى الذي أقوله من خلال معلومات من ناس المفروض أنهم يعلمون أن هناك ضغوط الآن لأن يتم نقل السلطة أثناء حياة الرئيس وفي فترة قريبة كما قالت الصحيفة الإسرائيلية ومن طريف الأمر أننا نستند في حديثنا على مقالاته الصحف الإسرائيلي لأن الإسرائيليون بالمناسبة في هذه الأمور لا يكذبون هل لهم مرشح في مصطة دون؟ طبعا فيه مرشحين لهم مرشحين اللي وردوا الأسمنت والحديد لبناء الجدار العازل وأشياء أخرى وهم قالوا في المقال بالحرف الواحد أنهم يمكن أن يؤيدوا فلان طيب جميل جميل سأناقش مسألة حساسة أستاذ عبدالله سنقف عليها بعد الفاصل وهي هل ثمت إجماع في مصر على جمال مبارك؟ وما هي السيناريوات المتوقعة إذا لم يقم الرئيس حسني مبارك بالفعل بنقل هذه العملية في حياته؟ وإذا قام بها هل سيجد معارضة من دائرة النظام ثم من دائرة الأوسع وهي المعارضة؟ لكن دعونا نذهب إلى الفاصل قصير ثم نعود أهلا بكم من جديد في جولتنا الأسبوعية في حصادي الأسبوع وللتذكير من جديد ضيوفنا هم الدكتور عزام تميمي والأستاذ عبدالله حمودة وكذلك الأستاذ لطفي زيتون تكملة لموضوع التوريد أستاذ لطفي هذا التقرير استند إلى مصادر أوعزت أو أوكلت إلى قيادات إسرائيلية ما يعني أن الموضوع خارج من القيادة الإسرائيلية حول صحة الرئيس حول أن الرئيس حسين مبارك أن تقديرات إسرائيل تقول ليست المعلومات تقديرات إسرائيل تقول بأن الرئيس سيقوم بنقل السلطة في عهده كيف تعاملت مع هذا التقرير وموضوع التوريث يجمالا هذا يستفاد من التقرير ولكن أنا التقديري أن التقرير يدفع في هذا الاتجاه يعني يبدو كأن القيادة الإسرائيلية حسمت أمرها إلى أن التوريث لأنها حسمت أمرها أيضا في المرشحين معلوما أنه في مصر فيه مرشحين الآن تتداول أسماهما في الصحافة يعني الجنرال عمر سليمان وهو مرشح المؤسسة مؤسسة الأمن المصري وجمال مبارك وهو مرشح كل عائلة ممكن أن نقول هل من مرشح ثالث أستاذ عبد الله قبل أن يكمل أستاذ لطفي؟ لأنه بالفعل الصحافة لا تتحدث إلا عن الشخصين ليس هناك مرشح ثالث بالشكل الذي يمكن طرحه لكن هناك قوى في الكواليس مستعدة للقفز إذا حناحت الفرصة لكن هم حريصين على عدم التقدم الآن لأن أي مرشح سيطرح اسمه سيتم نوع من قتل الشخصية الاغتيال والإساءة إليه وهناك أطراف لا تريد أن تدخل هذا المستنقع سأتي لهذه الأطراف فهذا يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية من خلال التقرير على الأقل حسمت أمرها لصالح جمال مبارك ويقول التقرير أيضا أن إسرائيل تريد أن تلعب دورا في ترشيحه حتى تتواصل العلاقة الحميمة التي قائمة الآن مع عائلة مبارك ومع الرئيس يبدو التقرير يعتمد على معلومات طبعا أنه صحة الرئيس ولكن أيضا يدفع في اتجاه الجزء والأطراف اللي وراء التقرير في المؤسسة الصهيونية تدفع في اتجاه جمال مبارك هل إسرائيل خائفة أستاذ لطفي؟ خائفة طبعا أنه من بداء الغر كما قال بداء الغر متوقع تجربة الجيش مثلا في مستوى العلاقات المصرية الإسرائيلية الآن تقترب إذا لم تكن علاقة تحالف لأول مرة يكون عدو مشترك لمصر وإسرائيل التنسيق على أعلى مستوى وعلاقات حميمة جدا مصر تشارك في الأعمال الإسرائيلية مثلا حصار غزة هو من دراش في الاستراتيجية الإسرائيلية وليس مسلحة قومية مصرية فهذا المستوى من العلاقات إذا أرادت إسرائيل أن تحافظ عليه فعليها أن يأتي شخص ليس هناك أفضل من ابن جمائم بن حسن مبارك للقيام بهذا الدور من هنا أيضا سيذكر التقيير أن دفع لعب إسرائيل دور في إقناع أمريكا بقضية التوريث قد يحافظ على هذه العلاقة في المستقبل كل الناس تعلم والكثير من الناس تقول في مصر أن التوريث لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرئيس الحالي باعتبار أن ابنه ليس له علاقة بالمؤسسات السيادية في مصر ليس له نفوذ كبير في دخل الجيش فمن هنا تدفع الصحيفة إلى أن يقع الآن هذا ما تريده إسرائيل دكتور عزام أو ما تتمناه دعنا نقول وهي كتبته في التقرير أو ترشد به على القيادة إسرائيل أن قومي بهذا العمل الآن أفضل من أن تدخل البلاد في فوضى لكن ما الذي يمنع أن يحدث هذا حتى بعد رحيل الرئيس رأينا دول عربية مصر لن تكون شادة عن هذه الدول الدستور يؤتى به في نصف ساعة يؤتى بالولي العهد ويغير الدستور في تلت ساعة حتى ليس نصف ساعة وتنتهي الأمور مدام المؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش تضمن هذا المرشح يعني ما المشكلة في مصر صحيح إذا ضمنت هذه المؤسسات ذلك المرشح لكن إذا لم تضمن أنا كنت أسمع من بعض الأساتذة المصريين يقولون بأن المؤسسة العسكرية في مصر عقيدتها ترى أن إسرائيل خصم أو عدو بينما الآن في نخبة في مصر وهي نخبة هؤلاء الذين يستفيدون من العلاقات مع إسرائيل والتبادل التجاري هذه النخبة غير العسكرية بالدرجة الأولى صحيح فيه عسكريين دخلوا المجال التجاري ولكن بدرجة الأولى هذه النخبة غير عسكرية وليست من مؤسسات النظام الأصلية هي أفضل بالنسبة للإسرائيليين والأمريكان من التعامل مع مؤسسة راسخة مهما أفسدتها يظل لها عقيدة تقليدية تتوارثها لكن إذا توفي الرئيس ولم يحدث الانتقال أظن في الحالة المصرية بالذات وكل بلد لها حالتها في الحالة المصرية بالذات لا يؤمن جمال مبارك أن يدعم من قبل المؤسسة العسكرية في مصر طيب في هذه الحالة أستاذ عبد الله يبدو أنه في حالة إرباك في دخل مصر الآن يعني مصر كما يصف بعض المراقبين فعلا في وضع قد يخب أي مفاجأة في أي لحظة الرئيس حسني مبارك لوحظ عليه أنه في الفترة الأخيرة حتى السفر يكاد شبه انتهى لا أعرف إذا كان معلوماتكم تقول بأنه حضر قمة الثماني أنا نسافر حضر جيد على الأقل لأنه تنبت بعض الصحف تحدث اليوم أنه لن يحضر على كلين بالفعل موضوع التوريد في مصر سيد عبد الله مفتوح على كل الخيارات فيما يبدو أو انتقال السلطة في مصر يعني التوريد هو أحد الخيارات لانتقال السلطة بالضبط سواء انتقلت بشكل سلمي متوازن أو بشكل عنيف يعني هناك قوة تترقب فرصة للمحاولة على القبض على زمام الأمور من أجل تأمين الموقف المشكلة أنه عندما يقال أن نقل السلطة سيتم هذه المرة إلى شخص مدني لإنهاء علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة لا يكون هناك شخص مدني إلا جمال مبارك وكأن مصر عقمت عن الإنجاب هذه النقطة شديدة الخطورة لأنه تم استئصال كافة الشخصيات المحتملة لتولي الموقع الأول في الدولة خلال هذه الفترة وهذا ينطبق على الأحزاب الوطنية الغير دينية أنا أحذر في استخدام كلمة العلمانية والدينية يعني الوطنية غير الطيار الديني وهذا خلّى الطيار الديني مستهدف بشكل مختلف باعتبار أنه الخيار المخيف للمصالح الأجنبية في مصر يعني وكأن الطيار الوطني غير الديني هو غير مخيف للمصالح الأجنبية في مصر فيبدو أن الجميع مقبلونا على مفاجأة مزعجة جدا لكن أتمنى أن تحدث مفاجأة من هذا النوع لأنها ستكون أفضل من خيارات أخرى يعني هناك ما يشير إلى أنه سيتم في ضوء بطانة النظام القائمة في الحزب وفي مؤسسة الدولة قد تنجح في تنصيب جمال مبارك بعد أبيه أو في حياة أبيه لكن هذا لن يعني استمرار هذا وإنما سيؤدي إلى تفجير الموقف بشكل لا تحمد عقبه وأن ينقض على القاهرة يعني الفقراء المستبعدون المهمشون بشكل غير عادي يعني هذا أمر الذي يحاول العقلاء تجنبه من خلال توازن بشكل معين حتى يتم إصلاح الأمور هل هناك إجماع على جمال مبارك؟ ليس هناك إجماع على جمال مبارك إطلاقا داخل مؤسسة الحاكمة أنا أتكلم ليس هناك إجماع داخل المؤسسة الحاكمة ومن داخل الحزب نفسه من يقول أنه يفتقر إلى الكاريزمة أنه لا يعرف طبيعة الحياة يعني يجب أن لا ننسى أن جمال مبارك كان عنده ثمان سنين أو أقل عندما تولى أبوه منصب قائد الكلية الجوية وانتقل بعد ذلك إلى رئيس أركان القوات الجوية ثم قائد القوات الجوية ثم نائب الرئيس ثم الرئيس لو حسبت هذه الفترة بالنسبة لعمر جمال مبارك جمال مبارك كأنه ولد في قصر وتربى في قصر يعني التقاليد أنه عندما يتولى ضابط موقعا قياديا مرموقا بتتغير حياة الأسرة ككل يعني سواء بالنسبة لأمن الأسرة أو بالنسبة للوضع المادي للأسرة يعني يتغير الأمور فهذا شخص لم يخبر الحياة على الإطلاق ولا يعرف أي شيء عنها ويتعامل مع الناس لدرجة أنه يعني يقال أنه سبب بعض كبار الوزراء الذين أبوه يدين لهم بالفضل يعني حصل أشياء من هذا النوع هناك مواقف كثيرة يعني بتتردد في حتى نفس مسألة عمر سليمان وجمال مبارك هل هناك اتفاق هل بالفعل كما تصورهم بعض الصحف أنه كمتنافسين على الحكم أم أن أحدهما سيلعب دور تكميل للآخر وبالطبيعة طبعا عمر سليمان سيلعب دور من يقدم جمال للحكم يعني أولا لو أن رئيس المخابرات العامة لعب هذا الدور فأنا أقول أنه سيكون أساء إلى مصر إساءة بلغة لكن القول بأنه لن يفعل ذلك يجعله مستهدفا للضرب من النظام دلوقتي عشان يجيبه واحد يفعل لهم ما يريدون يعني فأنا ما عرفش يعالجها إزاي بس أنا يعني هو مجرد طرح اسمه يجعله مستهدفا رغم أن الرجل يتصرف بنوع من الحكمة يعني يعني لأداء وظيفته في حدود هذه الوظيفة ولكن أداءها بأفضل شكل ممكن لمصلحة الملادينة ماذا عن الجيش وماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية التقارير المتوفرة تشير إلى أنها تشعر بالحذر من تولي جمال مبارك وتحاول الحصول على تأكيدات أن توليه يمكن أن يخلق حالة من الاستقرار والنظام مستعد أن يفعل أي شيء لكي يحصل على قبول أمريكا بذلك ولو وصل ذلك أنا آسف للقول إلى درجة عجين الفلاحة يعني ودي مسألة كل مصري يعرفها يعني أنه يعمل عجين الفلاحة عشان تقبل مستعد يعملها ولكن أمريكا يعني بغموض الموناليزة ما زالت تنتظر حتى تحصل على أفضل ما يمكن وأنا لست أدري في ضوء النفوذ الأمريكي في مصر حاليا يعني ما هو الذي تنتظره أكثر من ذلك إسرائيل نفس الشيء الغاز الأسمنة الحديد الحصار سميها ما شئت كل شيء بسرعة الجيش سيد عبد الله هل هناك احتمال لانقلاب بعض الصحاف تتحدث على تحرك الجيش هو هناك صعوبة لأنه هناك قيادات في الجيش تدين للنظام بالولاء الكامل وتحصل على ميزات مقابل ذلك وهناك قيادات تشعر بعدم الرضا وهناك قيادات بين بين وتبدو وكأنها على ولاء للنظام لكنها ليست على ولاء للنظام وأنا أعتقد أن منائشة الموضوع لن تفيد كثيرا يعني لأن هذه قضية تضر ولا تفيد ستحسن سلفا سيد لطفي ماذا عن دور المعارضة الوطنية مؤسسات المجتمع المدني يعني معارضة عريقة مثل هذه المعارضة في مصر هل يمكن أن تختزل كلها في ظرف تلت ساعة ونصف ساعة يغير دستور هل مصر يمكن أن تشبه حالة مصر بحالة الدول العربية كثيرة غير فيها دستور في نصف ساعة وجاء بحاكم مثلا هو قبل هذا أنه بقى الجنرال عمر سليمان إلى الآن رغم تداول اسمه في بعض وسائل الأعلام هو دليل أنه هناك انقسام حول موضوع خلافة مبارك ثم إذا عجز مبارك أن يورث ابنه فلن يكون عمر سليمان أحن إلا أقدر منه أن يأتي بجمال مبارك حتى إذا أراد فإذا لم يفعل يعني هناك يبدو شبه اتفاق أن هذا إذا لم يحصل في حياة مبارك فلن صعب جدا أن يحصل يعني بعده المجتمع المدني المصري وال معارضة المصرية والقوى السياسية في مصر يعني أنا في رأي هي الآن أضعف حلقة في المشهد يعني أضعف حلقة الوضع في مصر التاريخيا على الأقل يعني أنه يكثر التذمر الشعبي الشعب لما يتعمق التذمر في أوساط الفئات الشعبية والآن هو درجة كبيرة من العمق يعني هذه الأحياء العشوائية حالات الفقر التي تتوسع يوما بعد يوم هذا يؤدي هذا يؤدي ببعض القوى الواعية في داخل النظام للتحرك لإنقاذ الوضع ولتعديل الميزان يعني في علاقة الدولة بشعبها يعني القوى السياسية والمجتمع المدني تلعب دور المحفز والدعم لهذه العملية ثم تتفاعل معها يعني كما حدث في ثورة يوليو بأشكال مختلفة ولكن أن يقوم هذا المجتمع المدني وهذه القوى بحركة أو بمبادرة للتغيير ليس له سابقة على الأقل في على ما أعلم يعني في الوضع المصري في الوضع المصري تريد أن تقول شيء أنا أريد أن أقول يعني السزوات ستتكلم بدقة شديدة عن موقف الكيان السياسي المصري خارج نطاق الحزب الحاكم يعني أو حتى في الحزب الحاكم هناك كثيرون في الحزب الحاكم يعني يشعرون بالقلق ولكنهم يحافظون على مصالحهم لأنهم جزء من شبكة الفساد القائمة لكن خارج الحزب الحاكم من خلال المنظمات المجتمع المدني وأي قوى سياسية أخرى أو أي قوى تبدو مجتمعية غير سياسية فهي في كثير من الأحيان مخترقة أمنيا ولا يتم السماح لها بالتنظيم إلا بتصريح أو بغير ذلك وهذه قضية شديدة الخطورة يعني جهاز الأمن الداخلي في مصر يكاد يكون أقوى من الجيش يعني سواء كان ذلك بقوة الأمن المركزي أو غيرها طبعا طبيعة التسليح مختلفة طبيعة كذا مختلفة لكن هو أقوى بمعنى تأثيره فيما يقوم به يعني وهذا يعني أن القدرة على ضبط ما يجري في الداخل خطيرة جدا نسبة الفقر والاستبعاد والتهميش عالية جدا لدرجة أن البعض يصفها أن في مصر 2 مليون مواطن و75 مليون خدمين يعني يمكن الاستغناء عنهم ويمكن يموتوا ممكن يمرضوا ممكن يحصلوا أي حاجة يعني عندما يصل الأمر إلى هذا الشكل يعني يكون هناك درجة كبيرة من المرارة في النفوس والانفجار الذي ينتظر الاشتعال يعني وهذا ما يحذر منه كثيرون في مصر يعني وهذا دكتور عزام مدفع حتى الإخوان المسلمين في خطابهم خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي على الرغم من اعتقال قياداتهم وربما نقشنا هذا الموضوع معك أيضا أسبوع الماضي لكن يعيد نفسه من جديد وهو الإخوان المسلمون وقضية نظام الحكم في مصر قضية أن يكونوا هم لا نريد أن نقول بديل لكن على الأقل من يلعب دورا في إيجاد البديل المناسب لمصر أنا أظن أن الإخوان لن يتخذوا قرارا بتجيش الشارع ضد النظام لا يبدو لي أنهم يمكن أن يفكروا بهذا الأمر وربما يكون محسوم وإذا اعتبرنا أن الإخوان هم الجهة المنظمة الوحيدة القادرة طبعا هناك من يأخذ عليهم هذا هذا النظر هذا سلب من ينتقدهم بأنهم قوة يمكن أن تحرك لكنهم هم من لا يريدون أن يقوم بهم دائما أصحاب القرار هم الأخضر على تقييم الحساب في جد أهل مكة أدرا طبعا عندما أنا أحسب أنا عاوز أروح اليوم المشوار الفلاني ولا مش عاوز بكون عندي اعتباراتي الذي يشاهدني من الخارج قد يكون له اعتبارات أخرى لكن أتصور أن الإخوان لديهم قناعة وربما قرار بأنهم لن يدخلوا معركة من أجل هذا الموضوع سيقبلوا بالتوريذ؟ وما البديل؟ يعني هم قد لا يقبلوا بمعنى أنهم قد لفظيا يعبروا عن استياء أو عن رفض لكن لحقيقة الواقع ما الذي سيفعل؟ هل سيقدم الإخوان على عمل ميداني ليحول دون التوريذ؟ لا أظن ذلك ولا أظن أن هناك جهة منظمة في مصر غير الإخوان قادر على أن تفعل ذلك إذا لم يفعله الإخوان لن يفعله غيرهم شوف قضية من يتولى الرئاسة بعد مبارك هذه قضية ليست بيد الشعب المصري ولا بيد منظمات المجتمع الأهلي ولا بيد الإخوان المسلمين معارضة هذه القضية بيد النخبة صاحبة المصالح وبيد الأطراف الخارجية يعني الولايات المتحدة الأمريكية ستلعب دور إسرائيل ستلعب دور والنخبة الداخلية المرتبطة بهذه الكيانين هي التي في نهاية المطاف ستحسمهم عندما يتولى جمال مبارك أو يتولى أي شخص آخر سوف يبدأ عهده بتطمينات وبوعود وربما بشوية يرش شوية فلوس وتنزيل شوية أسعار الفتاح حتى الناس يغنوا له كما غنوا لأبيه ويشيدوا به كما أشادوا لأسلافه هذا يحصل والشعب بمجمله يريد لقمة العيش أنا تصور أن هذا سيحدث يعني الأمر ليس بيدنا ولا بيد الشعب المصري ليس بأمانين أنا أعتقد أنا أوافق على هذا الكلام أنا أعتقد أنه على الأرجح سيأتي جمال مبارك لكن سيكون رحيله مدويا إذا يعني أنا أؤكد هذا لأنه حالة الغضب الشعبي الناس لا تتعلم بسؤولة الناس لا تقدم على العمل الصحيح إلا بعد أن تفشل في كل الأعمال الخطئة وأعتقد أنهم لم يتعلموا بعد وسيقدمون على خطأ فظيع جدا لأنه هذا سيفجر الموقف وأنا آسف لأن أقول ذلك لكن لا تقتلوا الرسول دوروا في الرسالة سننظر الأيام القادمة ماذا الأمر يتطور والتقارير أيضا بشكل مكثف ربما لو استطردنا في هذا الأمر لن سيطول سأحاول أن أنهي بموضوع آخر من أم الدنيا إلى أبوها وهي الصين ربما أستاذ لطفي الاضطرابات التي شهدتها الصين حدثنا على الأقل بعض الشيء الآن أنه طبيعة هذا الصراع الذي فيه داخل الصين هل هو عرقي بين قبيلة وقبيلة إن صح التعبير تمثل أغلبية وما يعرف بالإيغور وهم المسلمون فيما يبدو على الأقل هل هو بين مسلمين وغير مسلمين ماذا يحدث في الصين هو هذا الأقليم تركستان الشرقية تقاسمته للصين وروسيا في بداية القرن وهذا ما جعل يبدو تركيا تغضب وتعتبر أنه امتداد لها بدأت تحرش الصيني بهذا الأقليم من قرابة الخمس قرون 1650 أبو الاحتلال لهذا الأقليم وتوالت الثورات ويستقل الأقليم يكون دولة تحق بالخلافة العثمانية لفترة ثم بعد الحرب العالمية الثانية استولت عليه الصين نهائيا وقتلت عدد كبير من سكانه والإيغور هي أكبر قومية في هذا الأقليم ولكن هناك قوميات أخرى هناك طاجيك هناك تركمان وهناك وهو مسلمون تركي الكامل تعتبر نفسها مسؤولة تاريخيا عن هذا الأقليم لأنه ضاع تحت كما ضاعت كثير من القليات من الخلافة العثمانية كلنا هي تعمى العثمانية طبعا بعد نهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال الجمهوريات الإسلامية تصاعدت تصاعد الشعور القومي والشعور الديني في هذه فتحة المساجد آخر ثورة قام بهذه الأقليم كانت سنة 1996 قبل 13 سنة وقمعت بقوة وأعدمت مجموعة من الناشطين الصين باعتبار تحولات الإيديولوجية البطيئة والتحولات الاقتصادية السريعة التي تطرى عليها باعتبار كما قلنا تفاكل الاتحاد السوفيتي تخاف أن تتفكك أيضا القوميات تبت يتحركون الإيغور كثير من القوميات أيضا هي محرجة من ما يمكن أن تؤدي إليه هذه المواجهات على مصالحها التي تمتد في إفريقيا وفي العالم الإسلامي أيضا تخاف على أقليات وأن هناك أقليات صينية كبيرة في ماليزيا في اندونيسيا في دول في آسيا فالصين حقيقة وهذا ما يفسر هذه المرة خفاظ مستوى العنف مقارنة بالمرأة حقيقة أنه والسماح للمصورين أن ينقل وأن هناك مظاهرات يوجهها البوليس وليس الجيش رغم أن اليوم أمس نزل الجيش لمنع صلاة الجمعة في الأقليم فهذه كلها ملابسات تجعل من هذا طبعا هو هذا الأقليم التركستان الشرقية هو خزان الصين فيه أكبر مخزون للبترول أكبر مخزون للفحم الحجري وأكبر مخزون اليورانيوم ذو نوعية مرتفعة يعني فهذا كله هذا ما يفسر أنه أقليم صغير مقارنة إلى حجم الصين 25 مليون كل سكان الأقليم يثير كل هذه المشاكل لهذه الامبراطورية المترامية طيب إذن دكتور عزام يبدو أنه احتقان يعني ليست كمعول على قلف الصحافة أنه اعتصام بدأ باعتصام ثم احتجاج على مقتل اثنين من الإيغور بعد ذلك تفجأ الوضع يبدو أنه يحمل تراكم لعقود أو سنوات سأتي إلى هذه النقطة دكتور عزام وتداعيات هذا الملف على بلد عظيم من صحة تعبير مثل الصين ودور أطراف خارجية فيه كما اتهم بعض الجهات على كل نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود الحوار أبعاد لا تنتهي أعلم بكم مشاهدين من جديد في حصادي هذا الأسبوع ونذكر مرة أخرى بضيوفنا الدكتور عزام التميمي وعبدالله حمودة ولطفي الزيتون دكتور عزام كنا نتناول أو كنا نتناول أو كنا نتناول في صدد موضوع الصين كيف قرأت ما يحدث في الصين وتداعياته على هذا البلد ما أشار إليه الأخلط في مهم جدا في الموضوع وهو أن هذا الإقليم هو غني بثرواته الموضوع يتعلق بالثروة بالدرجة الأولى ولكن بالنسبة لسكان الإقليم من المسلمين هم لديهم تراكمات طويلة وذكر الأخلط جانبا من ذلك وأنا زلت الإقليم قبل حوالي أربع سنوات وفعلا شعرت بأن مسلمي ذلك الإقليم أيتام سنوات طويلة أثناء الثورة الثقافية بتاعة موتي تونج أغلقت مسجد مركزي مثلا رئيسي كان قد حول إلى مصانع ومنع منه الصلاة وثم أعيد إليهم فيما بعد لغتهم ثقافتهم المحلية كل هذا من الأشياء الممنوعة والمحرمات بالضافة إلى محاورة فرض الشيوعية بالقوة فرض سياسة العزب الواحد عليهم جميعا إذن بالنسبة لهم ربما تكون الشرارة التي أشعلت هذه الانتفاضة كما ذكر في وسائل الإعلام إنه ولا صار حادثة في جنوب الصين وطلبوا تحقيق ولم ينصفوا مش عالب لكن هذا يخفي وراءه كم هائل من التظلمات فهم شعب مخهور شعب مظلوم والصين يتعامل معهم تعامل الإمبراطوري المستبد يعني إمبراطورية الصين وحكامها رغم أنهم شعوعيون إلا أنهم إمبراطوريون في تعاملهم ليس فقط مع المسلمين في تعاملهم مع منطقة التبت في تعاملهم مع الأقليات الأخرى وهذا وإن كان الآن ربما يؤذي المسلمين أكثر إلا أنه يشير إلى ضعف هذا الكيان الصيني المترامل الأطراف لأنه لا يحسن التعامل مع مكوناته كيف تمكنوا من أن يكونوا اتحاداً فيدرالياً يعطي أنواع من الحكم الذاتي للولايات المختلفة نوع من الكرامة نوع من الاعتراف بالذات إلى آخره تماسك هذا الجسم الضخم لماذا لا تستطيع الصين أن تفعل ذلك لماذا لا تستطيع روسيا أن تفعل ذلك ولم يستطع الاتحاد السوفيتي قبل ذلك أن يفعل ذلك في مشكلة في الذهنية في مشكلة في العقلية في النظرة إلى الآخر إذن هي ربما مشكلة بنيوية سياسية في داخل نظام سياسي هنا ما يطرحه الدكتور عزام تتحدث عن نظامين مختلفين أيديولوجياً أمريكيا نجحت في أن تكون هذا الجسم القوي من دخله على الأقل فيما يبدو بينما الصين تفشل عند أول اختبار أستاذ عبدالله حمودة هل يأتي هذا من قبيل ما ذكرته بعض الصحف أن إثارة هذا الملف الآن هي ورقة يلعب بها طرف خارجي تماماً مثل ما حطم أمبراطوريات سابقة أو دول كبيرة سابقة يغزلا في على سبيل المثال في إثارة ملف المسلمين وما إلى ذلك البعض رأها أو ذهب إلى هذا المنح هل تعتقد بأنه بالفعل هناك بعد دعنا نقول هناك تفكير بعيد نوعاً ما بأن هذه الورقة تحرك ضد الصين كونها دولة صاعدة ودولة بدأت يعني على الأقل لديها حضور وحضور قوي جداً في تشكيل العالم هو طبعاً في علاقات الدول خصوصاً الدول الكبرى بيظل فيه نوع من المشاجرة لمحاولة تحديد الحدود حدود النفوذ وكل طرف إلى أي درجة أو إلى أي مدى يمكن أن يتحرك وفي هذا العصر لم يعد من الممكن حجب النفوذ الخارجي عن الأثر الذي يمكن أن يحدث عنه داخلياً ومنع أثر داخلياً فهناك جزء من ذلك لكن الخلفية التاريخية التي تكلم عنها الأستاذ لطفي والنقطة السياسية التي تكلم عنها الدكتور عزام لتنين مهمين جداً ما أريد أن أقول هو انطلاقاً مما قاله الدكتور عزام أنه ما يسمى الفشل الصيني في استيعاب الأقليات مقارنة بالمرونة الأمريكية في استيعاب التنوع والتعود هو أنه تركيبة جنوب شرق آسيا هي تركيبة الجماعية على حساب الفردية حتى في كوريا الجنوبية وهي الليبرالية الرأسمالية حتى في تايوان كل هذه حتى في تايلندا الإنسان في اليابان الفرد هو ترس في المجموع الكبير يعني مكون في هذا المجموع الكبير الصين تتحرك بهذه العقلية ويتم ترويض الأفراد للدخول في هذا المجموع كأجزاء لأداء غرض معين هذا يجعل من الصعوبة بمكان تفهم وضع الأقليات واستقلاليتها وحاجتها إلى التعبير عن نفسها بشكل يثري المجموع بدلا من أن يكبلها ما حدث في تاريخ الفترة النصف قرن الستين سنة الشيوعية ترك هذا الأثر أيضا لكن العنصر الخارجي في التقليم هناك التبت وهناك محاولات يعني يجب أن لا ننسى أنه فيام الدورة الأولمبية كان هناك نوع من التقليب على الصين من الخارج يعني كانه نوع من الغيرة أن تنظم الصين دورة أولمبية ناجحة بهذا الشكل وأن تتفوق فيها بهذا الشكل فهناك كل هذا موجود لكن إذن هو ملف داخلي على الأقل ملف داخلي موجود لا ننكره لكن التوظيف الخارجي موجود التوظيف الخارجي موجود أضية أن هذه الأقلية أقلية مسلمة وأن هذه الأقلية ذات عرقية مختلفة يثير قضية مهمة جدا بالنسبة للتعبير عن حقوق الإنسان يعني عندما لا نتكلم عن حقوق الإنسان لا نتكلم ولا نتكلم عن حقوق الإنسان خارج بلادنا وحدها وإنما حتى في بلادنا أيضا يعني نحن نريد حقوق الإنسان جزء أساسي من مبادئ ديننا إذا كنا نفهم ديننا جيدا يعني حقوق الإنسان للجميع فالخطير بقى في هذا الشكل وأنا أتكلم عن الدين في النقطة دي أن هناك تقارير تشير إلى أن الصين تريد أن تحجم وصف ما يجري بأنه إرهاب والربط بينه وبين إسلام موصوم ظلما بالإرهاب في مناطق أخرى من أجل تمكينها من ضرب هذا يعني إذلك لا يحظى المسلمون في اليجور بتعاطف دولي كما حصل في قضايا أخرى وهناك قدر كبير من التجهيل كما حصل للثبت أيضا يعني هناك قدر كبير من التجهيل عليها وإذا كان فيها المسلمون فالمسلمون أكثر عرضة للظلم من غيرهم والاتهام من غيرهم لكن النقطة اللي أنا عايز أقولها هي أنه يجب في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة حقوق حصول هؤلاء الناس على حقوقهم يجب أن يكون هذا مثل حقوق الشيعة في دول إسلامية في منطقة الخليج وحقوق السنة في إيران وحقوق أي مكان يستحقها في أي مكان يعني وأنا من رأي يعني حتى عندما أثيرت قضية الشيشان وقد يختلف معي البعض لكن أنا يعني أنا آسف يعني هذا موقفي أنا لا أدعو إلى انفصال الشيشان أي كيانات إسلامية في إطار دول كبرى وإنما أفضل أن يكون حكم ذاتي حتى ليس حكم ذاتي أنا أفضل أن يكون مواطنه الشيشان في روسيا ومواطنه الأجور في الصين أفضل عينة ممكنة للمواطن وأن يكون هذا المواطن هو المسلم جميل لو أن هذا لكسب نعم يتطلب طبعا تغيير نظام سياسي من أعلى نعم أستاذ لطفي كيف ستنتهي هذه القضية الآن سقف الإيقوريين أين يصل إلى أين يدعون الآن ما هو السقف الذي يمكن أن يقبل به الصين إلى أي حد ستستجيب وإن كان في الحقيقة حتى الآن كما تفضل الدكتور عزام والسيد عبد الله بصراحة لا يوجد ضغط خارجي على الصين كما رأيناه في قضية التبت وما إلى ذلك مع أنه للأسف في الصين شريكها الكبير هو الشريك المسلم في المنطقة نعم تقديري أن المسلمون لا يستفيدون كثيرا من دعوات الانفصال نحن ليس لنا الآن دولة إمبراطورية كبيرة مثل ما كان قبل قرن تقدر تستوعب كل هذه المجموعات التي تنفصل على أجسامها الكبرى فهذا الذي يدخل في معركة في معركة انفصال أي أقلية ستسحق حتى البوسنة التي في الأخير وقف معها بين قصير المجتمع الدولي أين البوسنة الآن يعني لو تقديري أنا على الأقل لو بقيت في يغوزلافيا كان الوضع السياسي على الأقل لو وصلت إلى تفاهم على بقية الأجزاء يغوزلافيا السابقة كان الوضع أفضل يعني أين الشيشان يعني الشيشان تحد مبراطورية جريحة يعني الروسيا كانت مخارجة من انهيار الاتحاد السوفيتي وكانت تبحث على شيء تفترس وفترست الشيشان يعني يخشى أنه يحدث نفس الإيغور دعوات الانفصال ضعيفة فيهم ولكن يمكن مع القمع مع التدخل الأجنبي مع الاحتكاك بالجيران اللي هما مستقلوا على الاتحاد السوفيتي كل هذا يدفع إلى المتطرفين بين قوسين يعني الانفصاليين الإيغور أنه يصير هو الصوت الأعلى يعني في النهاية يعني الصين لن تترك هذا الأقليم يعني يستقل يعني بمهما كانت خاصة فيها أجواء أزمة اقتصادية وفيه أجواء تهديد خارجي فإلى حد الآن يبدو التدخل الخارج على القل من القوات الغربية ليس ليس قويا يعني باستثناء تركيا التي طالبت تحول الحديث على أن مواجهات عرقية وليس اختهاد رسمي وباستثناء تركيا التي طالبت بتدخل مجلس الأمن تركيا ترحت جهود للمحاولة في معالجة الأزمة انتلاقا أيضا مثل ما يحدث في فلسسين انتلاقا من الشعور الشعور التاريخي بالذنب الذي يحرك هذول العثمانيين وجدد في تركيا هل يصلح دكتور عزام أن يتدخل هنا بعض الأطراف العربية المسلمة التي الصين تستثمر شركاتها فيها بدرجة أساسية هل يمكن ورقة الاقتصاد هنا أن تتحرك ضمائر بعض الدول هذه المآسي التي تفضلتم بها لواقع المسلمين في الصين هو لا أقل من المحاولة تعاطفا وتضامنا مع هؤلاء لكن هل سيحدث أستبعد ذلك يعني شهدنا غزة وهي بالجوار تذبح طلب العالم الإسلامية ولكن أنا أود أن أذكر بشيء هنا وهو أن هذه المناطق التي نتكلم عنها وتكلمنا عن الشيشان والبوسنة هذه حتى عهد قريب قبل مئة عام تقريبا كان جزء من الأمة الإسلامية يعني دخلها الروس واحتلوها الصرب احتلوها الصينيون احتلوها وقهروا شعوبها يعني مش إنه بالله بس ضموا الأرض وعملوا الناس معاملة إنسانية أذلوهم أرادوا أن يفرضوا عليهم الشيوعية والإلحاد والكفر وحاربوهم وأرادوا أن يستبدلوا ثقافاتهم ولغاتهم يعني هذه الشعوب مظلومة حقيقة قد طبعا فعلا كما تفضل أخ لطفي والسيد عبدالله أن نختلف في تقييم مآلات الأمور إنه ربما ما كان ينبغي أن يسلك هذا السبيل بل يسلك سبيل آخر ولكن في الحقيقة هذه شعوب مظلومة وأكبر ظلم وقع عليها هو أن هذه الأمة الإسلامية هي أمة يتيمة هي أمة فاقدة للقيادة وإلا وين هذه الأيام التي قالهم أنا سأرسل لكم جيشا أوله عندكم وآخره عندي عندما تهان امرأة عربية ولا تقبل ذلك الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية ليس لها رأس هناك رؤوس عفنة فاسدة غير قادرة على نصرة غزة ولا على نصرة الشيشان ولا البصنة ولا للأسف وهذا يشعرني بالضعف وبالأسى ويشعرني بمدى الحاجة إلى أن نفعل شيء على كل لعله للأسف يعني القضية أنه لم يعد هناك من يعتصم بالله ولا يعتصم بالله لا يعني بالضرورة إننا في الحقيقة هنا يحسب موقف ربما أردوغان الذي تحدث وطالب حتى بتحرك دولي لإنقاذ المسلمين لكن فعلا تمت لوم وعتاب شديد لكثيرين أنا قرأت في بعض المواقع الآن دعوات للسعودية لبعض الدول المسلمة الكبيرة لباكستان أن تتحرك ولكن على كل سنرى إذا كان هناك جيد أنا استفدت على الأقل من نقاشي معكم أنه بقدر ما تعطى الحرية لهؤلاء لكن ليس من مصلحة تفتيت أو إضعاف دولة كبيرة من الصين على الأقل نختم بهذه ليس بالضروري أن نحصل على كيانات مسلمة مفتتة نحن الآن عاجزون في مركز العالم الإسلامي عن توحيد أنفسنا أو عن تقرير شؤوننا أو عن جمع قرارنا يعني هنخلق كيانات مفتتة يمكن استغلالها طيب أستاذ عبد الله في خضام الأحداث تصاعد الحديث بقوة حول إسرائيل هل ستقوم بضربة لإيران أم لا ما جعل الأمر يبدي قلقا نوعا ما وتخوفا هي تصريحات بايدن في الحقيقة لكن تصريحات بايدن أتبعها بعد ذلك مسؤولون أمريكيون كثر بتصريحات تبدو أنها تعترض يعني تماما حتى لأوباما نفسه يعني تحدث بعد ذلك ما سنقوله إليك هو حديث ساركوزي على هامش قمة مجموعة الثمانية الأخير هو قوله بينه الهجوم على إسرائيل على إيران سيكون كارثة كبيرة أيضا اسمح لي أنا أطلت في السؤال أو في المقدمة لكن تجديد هذه القمة تجديد الحوار مع إيران الآن إلى إيلول يبدو أضعف أضعف كثيرا من هذه التسريبات التي تقول بأن إسرائيل على وشك ضرب إيران في أي لحظة الحديث عن يعني إعداد لحملة إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية هو جزء من عملية المساومة لتغليب جدول الأعمال الإسرائيلي لتكون له الأولوية على جدول الأعمال الأمريكي بالنسبة لعملية السلام في المنطقة وإسرائيل تستخدم هذا للضغط للحصول على شيء آخر ربما يكون المستوطنات فهناك منورة ولعب بالورقة الإيرانية على صعيد عملية السلام تصريحات بيدن لا تعني بالضرورة أن الولايات المتحدة تشجع أو ترفض تماما ضربة ضد إيران وإنما هي تعبير عن حوار داخل المؤسسة الأمريكية والنقاش الدائر هناك والآراء المتداولة بين هذه الأطراف للوصول إلى قرار معناها ذلك أنه هناك أكثر من اتجاه في صانع القرار في أمريكا في بوتقة من الآراء يتم الخيار في إدارة أوباما جديدة طبعا في إدارة أوباما إدارة أوباما إدارة أوباما لم تقفز على أمريكا بالبراشوت وإنما هي نتاج المؤسسة الأمريكية أيضا هل بايدن يمكن نعتبره أنه هو بايدن الذي حن لتاريخه القديم الذي الذي دعا في الحقيقة لضرب إيران يعني هو تاريخه مليء هو طبعا بزء منها لكن لا نريد أن نحمل الأمور أكثر مما تحتمل أسأل ألم يلفظ نظرك سيد عبدالله أن تصريحات بايدن جاءت بعد ساعات أو ربما يوم أو يومين نسيت والله من تصريحات لبولتن بولتن سبق ذلك بشيء مشابه قال أن على إسرائيل أن تضرب إيران جاء الآخر وقال أن إسرائيل إذا ضربت إيران فنحن يعني لنه يعني بايدن بايدن ربما كان ما زال يرجح هذا الموقف لكن العملية كلها ستخضع العملية فلترة وعملية دراسة جمدة وفلترة لكن ما زال هذا الموقف اللي أنا عايز أقوله عشان يلقي ضع على هذه النقطة كثير من المحللين والمراقبين وصانع القرار صانع القرار بالمناسبة ليس متخذ القرار متخذ القرار هو أوباما مثلا في النهاية أو واتفر لكن صانع القرار هو كل واحد يعمل خيارات القرار يعني ده أنا أشوف الناس دول بيقولوا أن الحوار يتجه أن أوباما كان يريد تأجيل يعني هو يريد أن لا تحدث مواجهة مع أمريكا مع إيران إلا قرب نهاية الفترة الرئاسية الأولى لأنه يريد انتهاز كافة الفرص الممكنة للاتصال ويشعر أن عليه ضغطا لعدم الإقدام على هذا الطريق الدبلوماسي ولغاية ما يحس أنه لا يوجد فرصة فهيضطر يرضخ لكي يفوز برئاسة فترة رئاسة ثانية إسرائيل كانت تريد الضرب الآن ووصلوا إلى حل وسط أنه تدي له سنة لغاية نهاية 2009 يبدو أن هذا الكلام جاري الحديث عن تحريكه إلى سبتمبر يبقى تسع شهور والجدل ما زال دائرا لكن هذه القضية ستكون محل لا أعتقد أنها ستصل إلى سنة ولا أعتقد أنها ستصل إلى أربع سنين ولا أعتقد أنها ممكن أن تحدث أصلا لأن إيران ليست سهلة المنال بهذا الشكل لكن هذا جزء من الحوار الجاري للضغط على إيران للوصول إلى تسوية بشكل ما لأن هناك تأكيد على التسوية الآن في الوقت الذي يجري فيه ذلك ونحن نعلم أنه لا تستبعد أي من الخيارات كل هذا جزء من عملية التفاول الجاري لا تستبعد أيضا أن تكون التسريبات التي ذكرتها السندي تايمز هذا الأسبوع بأن السعودية أعطت الضوة الأخضر باستعمال أجواءها فيما لو لإسرائيل طبعا في قصف إيران عفوا أستاذ لطي هو على كل شك أنه على رغم النفي سعودي طبعا لا شك منه ما حدث في إيران أخيرا الاخترابات أضعفت الوضع الإيراني وأغرت على الأقل الإسرائيليين أنه ممكن الآن ضربة لا يكون لها نفس الرد الفاعل على المستوى الدولي مثل ما كان يكون قبل الاضطرابات مرة أخرى نحن نرى كيف تجر السياسة الإسرائيلية الأمريكان إلى مواجهات يتفق تقريبا كل الطيف الأمريكي على أنها ليست في صالح أمريكا ليس هناك أصوات عالية الآن في أمريكا تدعو إلى ضرب إيران حتى كيسنجري على الأقل قريب من دوائر اللوبي الإسرائيلي في أمريكا لا يدعو إلى بل هو يساند سياسة أوباما البولتن هو الذي يحمل في قلب المحافظين الجدد بولتن بصفته راكل ديكتشيني طبعا هو التقام بجولة يدعو العرب إلى التحالف مع إسرائيل في ضرب إيران حتى لو أمريكا لم توافق نجرها وليست أول مرة ستجرب أمريكا إلى حرب العراق الكارثة التي تعاني منها أمريكا في العراق لا أحد الآن في أمريكا يقول حتى أوباما في آخر خطام في القاهر أن حرب كانت للمصلحة القومية الأمريكية فيها تدور لكن هي دفاعا هذا الربيب الموجود في منطقة فهل تصمد الإدارة الأمريكية هذه المرة أمام هذا خاصة مع الوعي لخطورة ما يمكن أن ينجر عن ضربة لإيران إيران ليست العراق أثبتت الأحداث الأخيرة أيضا أن المؤسس الحاكمة قوية ومسكة بزمان أمور مظاهرات لو وقعت في أي بلد آخر كانت تعصف فكراني عصفت بالحكومة مظاهرات أقل من التي وقعت في إيران وتسليط أعلامي أقل من الذي وقع على إيران عصفت بدول فالمؤسس الحاكمة ما زالت تمسك بزمان الأمور تجتهد إسرائيل في دفع نرى أن الهاجس الإسرائيلي من إيران أكبر بكثير من الهواجس المحلية وموضوع التسوية إسرائيلية إيران في أساطيرهم في تاريخهم عندهم حساسية مفرطة من الفرس إذا استقوا إذا امتلكوا أسلحة هناك كثير من الخرافات التي تحكم هذه الدولة وتقوم عليها هذه الدولة من أهم هذه الخرافات أن نهاية هذه الدولة تكون على أيدي الفرس فكل هذا يتغذى من بعض الأساس يتغذون من الخرافة والوضع الإسرائيلي في حالة من الخوف والارتباك أنه ممكن يقدم على مغامرات هذا الحديث الآن حديث السعودية أنها فتحة هذا ليس حديث اعتباط الرفض العراقي هكذا العراق أو العمس رفضت قلت نحن نرفض أن أجوائنا تستعمل لضرب إيران هذا السؤال دكتور عزام هل تتوقع بأن فعلا السعودية طلب منها هذا الأمر وأنها وافقت هل يعقل السعودية رسميا نفت ولكن الذي يزور منطقة الخليج يعني يندهش لحالة الرعب والخوف التي يعيش فيها أهل الخليج من ماذا من إيران أنا أتجول في الخليج من حين لآخر ومؤخرا كنت في البحرين أهل الخليج أو دول الخليجية كلها ضعيفة ويعرفون أنه لا قبل لهم بإيران يريدون حماية استعانوا عبر السنوات طويلة بالحماية الأجنبية هم أصلا كانوا محميات إنجليزية بالبداية وعندما صاروا محميات أمريكية تغير الحامي وأظن أن إيران فشلت في تطمين هذه المنطقة إيران سياستها في التعامل مع الجوار سياسة غير حكيمة يعني يوسف لأنني أقول ذلك سياسة غير حكيمة على الإطلاق لأنه مرة طلعوا تصريح أنه البحرين إلهم ومرة يدعموا جزء من المعارضة البحرينية في أعمال تعيسة يعني ولا تجدي نفعا ارتباط شيعة منطقة الخليج بإيران من خلال بعض النشطاء هذا أيضا يزيد من مخاوف الناس منطقة الشطية في السعودية في البحرين هذه المناطق التي فيها كثافة شيعية الكويت بدرجة أقل إلى آخر دور إيران في العراق وتخوف أهل السنة في العراق وانعكاس هذا التخوف على دول الجوار أنا لا أستبعد أن دولة مثل السعودية تقول سنغض الطرف إذا ما تحركت الطائرات الإسرائيلية لضرب إيران ولا أستبعد أن تكون هناك أصوات السعودية تقول يا جماعة هذه ستكون مصيبة لأننا سنكون أول من سيدفع الثمن يعني إذا ضربت إيران هم الإيرانيين ليس سيسكتوا سيولعوا الخليج أو على الأقل هذه الفرضية السعودية تتضرر البحرية تتضرر قطر الإمارات الكويت عمان كله سيتضرر سيغلق الخليج والبترول لن يتمكن من أن يصل إلى الأسواق العالمية لكن في حالة من الخوف في حالة من الرعب وهذه الحالة من الرعب تتحمل إيران مسؤولية أساسية فيها ولعل هذا يفسر لماذا دول الخليج كانت تميل إلى أن يكسب موسوي الانتخابات لأن أحمد النجاد في خطابه وأسلوبه في التعامل مع الآخرين حاد ولا يوفر تطمينات على العكس وهم يظنوا أنه ربما لو تغير لو جاء شخص آخر يمكن أن نتفاهم معه أستاذ عبد الله كلمة خيرة في هذا الموضوع في دخول السعودية على الخط أعتقد أن عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية المفاعلة العراقية وسيرك من أين ذهبت وماذا كان خط سره هل كان عبر تركيا أو هل كان من الجنوب من بحر العرب لا أعتقد أن أيهما ولكنها عبرت من أجواء عربية العراق عندما يرفض لا أعتقد أن العراق يملك السيطرة على مجاله الجوي والسعودية عندما تنفي لا أعتقد أن هناك من يقدم السلاح وأجهزة الرصد الراداري وكل شيء لهذه الدول هو الذي يسيطر عليها بشكل عملي فأرجو أنه لا يوجد أحد يتكلم كثير لكي يقول أنه سنقبل أو سنرفض أو سنعمل العاجز لا يستطيع أن يفرد شروط وأعتقد أنه إذا أرادت إسرائيل بحركة مجنونة أن تفعل ذلك فمن سيرصد سيغمض عينه ويسكت لكن هو الموقف النهائي هو بالنسبة لإيران وما إذا كانت لديها قدرة الردع التي تمنع حدود ذلك وما إذا كان قدرة الردع ستفجر موقف يهدد النفط هذا سيمنع وأشياء أخرى من هذا النوع لكن القضية بين إيران والعرب تحتاج إلى مناقشة مصدرية أتمنى أن إيران تبادر إلى تحسين علاقتها بدول الجوار العربي هذا أفضل مانع وعلى كل هذا بفعل لأنه البعض يقول هي حاولت لكن هناك مشروع أكبر من إيران على كل مثل إفشال أو علاقات الخليجية الإيرانية قد نخص لها حلقة بالكامل لكن على كل سيد عبدالله ما شرط إليه أنت الطريف في التصريح النفي السعودي أنه جاء مقتضب جدا وأنه لم ينفي أو لم يستنكر ضرب إيران هو كل ما ذلك قال أنه لا يوجد بين السعودية وإسرائيل علاقات حتى يفتح هذا الملف فقط ونقطة وانتهى الأمر إذا كان انتهى الأمر أنا لا أقول حاجة لأنه انتهى الأمر سنناقش مشاهدينا بعد فاصل سنعود إلى الجزء الرابع والأخير في جولتنا السبوعية سنناقش تصاعد العداء للمسلمين في الغرب وسنات إلى القصة المؤسفة والمؤلمة جدا التي أبكت وأحزنت الكثير من المسلمين وهي استشهاد أو قتل مقتل المحجبة المصرية مروى الشربيني وكذلك ملف الجزائر ومقتل الرهبان هناك لكن بعد فاصل الحوار أبعاد لا تنتهي موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدينا من جديد في جزئنا الأخير من جولتنا الأسبوعية دكتور عزام تميمي يعني حادثة مروى الشربيني في الحقيقة هزت الجليات المسلمة في الغرب وكذلك العرب والمسلمين في دولهم هل من تعليق على هذه الحادثة أولا ورد الفعل المصري ورد الفعل الجليات المسلمة وهل هناك فعلا تصاعد العداء نحو المسلمين في الغرب هي هذه الحادثة بالتأكيد تدل على أن هناك عداء وعداء كامن لا ندري متى يعبر عن نفسه متى ينفجر يعني هذا المواطن الألماني من أصل روسي هو واحد من ملايين لا ندري ما الذي يخطر ببالهم ما الذي يجول بخاطرهم يعني وهم يروننا نسير في الطرقات يرون زوجتك وزوجتي وزوجاتهم إلى آخره وأولادنا لأن هناك تعبئة ضد المسلمين طبعا معظم الناس مسالمين لكن المشكلة ليس في المعظم المسالم المشكلة في قلة قليلة جدا يمكن أن تفكر هذا التفكير الجنوني أنه يأخذ معه سكينة ويدخل فيها المحكمة حتى ينتقم من هذه المرأة التي كل ما طالبته وإعادة الاعتبار لها بعدما تعرضت لإهانة من قبله المشكلة في هذا الجو المشحون الجو الذي يشير باستمرار بأصابع الاتهام إلى كل واحد مننا ولكل واحد من أفراد أسرنا وجالياتنا في كل المنظومة الأوروبية على أننا إرهابيون من المسؤول دكتور عزام على هذا بالدرجة الأولى المسؤولية يتحملها السياسيون وبالدرجة الثانية وسائل الإعلام السياسيون الآن في مختلف أنحاء أوروبا يتزلفون من التيار اليمين المتطرف لتحقيق مآرب سياسية وبعض هؤلاء كانوا في الزمانات يحسبون على اليسار مثل حزب العماء للبريطاني كثير من السياسات التي تنتهج الآن فيها نوع من المغازلة لليمين المتطرف حتى يظل هؤلاء في الحكم لأنه نهاية المطاف هي في حسبة بسيطة الأصوات أين ستذهب يعني عندما يتمكن الحزب البريطاني القومي البريطاني البي أن بي من أن يحصل على موقع أو على مقعد في البرلمان الأوروبي أول رد فعل على ذلك من قبل السياسيين هو أنه كيف يمكن أن ننافس هؤلاء على ما يطالبون به وليس على مجابهتهم بما يعتقدونه من أفكار حتى أنه قبل أيام قليلة هذا الرجل طالب بإغراق القوارب التي تحمل المهاجرين من شواطئ ليبيا وشمال أفريقيا إلى أوروبا يعني حاجة جنونية وهذا عضو في البدلمان الأوروبي يعني هنا لو في لو أوروبا متزال صادقة ومخلصة لقيمها قيم الإنسانية والأخلاق والديمقراطية وحقوق الإنسان التي يتشدقون بها هذا كان يجب أن يفقد مقعده مباشرة وأن ربما يقدم المحاكمة نعم هذه الصورة التي رسمها الدكتور عزام تبدو قاتمة أستاذ عبدالله حمود لمستقبل المسلمين وهذا العداء الذي يتصاعد المؤسف هنا الصورة المقلوبة تماما أنه فتاة مصرية تقتل في ألمانيا طيب تأخذ بعض الضجيج الإعلامي ولكن ليس ذلك الضجيج المطلوب أو ذلك يعني الحادث الذي ماذا لو كانت كما قال أحدهم كانت فتاة ألمانية قتلت في مصر يعني وقتلها متطرف إسلامي يعني أعتقد أنها كانت ستبقى جزء من الحملة ضد المسلمين يعني أنه التطرف الإسلامي زي ما تقتل سياح يعني 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 وبيحصل مثل هذا لكن أعتقد أنها ستدخل في إطار ما يجري لكن ما أعتقدش أنها ستأخذ كثير يعني لأنه نشوف مقتل السياح والحاجات يعني حادث عرضي بيأخذ اهتمام محلي في ألمانيا فقط لغير لكن بالنسبة لهذا الموقف بالذات وأنا عايز يعني أنطلق من التشخيص الذي عمل الدكتور عزام هو السياسيين صحيح ولكن السياسيين جزء منها أيضا أنهم يفكرون بتفكير القصير وده من عيوب الديموقراطية الغربية أنهم لا يضعون خطط طويلة الأمد ويبحثون عن الكسب السريع وأجهزة الإعلام سيئة جدا لكن أجهزة الإعلام سيجعلني أنطلق منها إلى فشل الإعلام العربي في اقتحام التواصل الجماهيري باللغات الأوروبية يعني أنا طبعا من الحاجات الجديرة بالتطرق إليها في هذا السياق هي أن المال العربي الذي حصل من طفرة النفط الأخيرة العام الماضي التي لم يكن للعرب يد فيها في كسب أو خسارة يعني أنه توجهت هذه الأمور الأموال إلى شراء نوادي لكرة القدم ولم تشتري مثلا نسبة من أسهم بعض الصحف وهذا ممكن إذا كانت لم تصل إلى درجة الاحتكار أن تدخل دولة تشتري أو صندوق من صندوق يعني هذا يكبح الصوت من يملك يملك الصوت الخديعة التي يروجونها لنا بأن الإعلام حر يعني ما فيش داعي ما عادتش هذا الكلام ينطلي على أحد يعني فهذه أمور إحنا علينا مسئولية في أن نفعل شيئا وأنا لست أدري يعني أن واحد يستثمر في نادي كرة القدم أو يروح كازن وهو لسه مصلي الجمعة مثلا على سبيل المثال يروح كازن ويخسر كام ألف جنيه يعني كيف يعيش الإنسان المسلم بتناسق مع نفسه في مواقف من هذا النوع يعني فهذه قضايا يعني يجب أن نناقشها بجدية بحيث أنه يكون عندنا قدر من الصدق مع النفس وتوجه لعمل ما هو مجدي وأن أبحث عما يمكن أن ينفع ويجب أن نعلم أن الاستثمار في الصحف لا يخسر بالضرورة بقدر ما يخسر أسواق المال بالنسبة لجريمة مقتل مروى الشربيني فهي جريمة بشعة ويزيد من بشاعتها أنها حدثت في قاعد محكمة وأنه لم يتم التدخل يعني ضربها 18 طعنة وما فيش حد يقدر يمسك بعد طعنة بعد 2 بعد 3 يعني لو أطلقوا النار على زوجها يعني هذه الأمور تدل على التحيز المؤسسي يعني التحيز المؤسسي الموجود ويجب أن نعلم أن هناك يعني يعني التحيز يعني الإنسان الأجنبي في أوروبا أو المسلم أو الملون أو أي واحد مختلف بيظل في موقع المشتبه به يعني أو الأقل لمكانة أو حتى يثبت العكس يعني جميل فللأسف يعني يعني أستاذ لطفي هل فعلا هناك مبرر المسلمين أن يخشوا يعني الجاليات أن تخاف وتخشى ومن المسؤول عن حمايتهم يعني يعني حتى نستدعي التاريخ مرة أخرى يعني نحن نسكن قارة حديثة وعهد بالتنوع هذه القارة هي لها تاريخ كبير من حسم الخلافات بالعنف من حسم التنوع وليس الخلافات فقط لا تقبل بالآخر حروب دينية شوف أنت التنوع الديني مثلا موجود في العراق والموجود في المنطقة تعني كل الكنيس مازالت موجودة الكنيس القديمة مازالت موجودة الأديان كلها موجودة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا هنا التنمية النمطية في البناء هي قارة هي قارة ليس لها تاريخ تنوع خلاص القول لكن لديها بصراحة لديها قوانين تحمي التنوع الدولة الحديثة الخمسين سنة الماضية نصف قرن بعد الحرب العالمية الثانية تطور القوانين والحريات والرخاء المادي والرخاء المادي لا يجب أن ننسى هذا في أوقات الأزمات وخاصة الأزمات الاقتصادية تتحول يتحول سكان هذه القارة إلى كائنات شرسة جدا الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها تقريب ملايين البشر وارتكبت فيها مجازر بشعة ضد الأهم أقلية كانت في ذلك الوقت اليهود كان سببها المباشر هو أزمة اقتصادية في 1929 فالآن القارة تمر بأزمة اقتصادية كبيرة الجسم أيضا ينمو نمو كبيرا يترق أبواب أوروبا من خلال هجرة للشباب من خلال طلب تركيا كيان كبير جدا للانضمام للاتحاد الأوروبي كل هذا يثير المشاعر مشاعر يستغلها مجموعة من السياسيين الانتهازيين قتل هذه البنت أو السيدة المصرية بسبب مباشر لزيها هو ترجمة عادية طبيعية لخطاب ساركوزي لما يقوم رئيس أكبر دولة أوروبية ويضع شغله الشاغل ماذا تلبس جمعة قليلة من النساء كم نسبتهم في المجتمع الفرنسي هؤلاء ما القلق التي تسبب هؤلاء النسوة كلهم أكثر الحصائيات تفاؤل تقول فيه مئة ألف امرأة تلبس النقاب في فرنسا كلها التي تعد سبعين مليون وثمانين فأن رئيس الدولة يتحدث في هذا الموضوع ويترك مواضيع أهم بكثير حتى يغطي على موضوع الأزمة الاقتصادية على فشل السياسة وعلى فشل هذا الاتحاد الأوروبي كله في التفاعل مع الأزمة هذه الأخيرة فشلوا في التفاعل مع مرض بسيط يعني مش عارفين كيف يصل التضوع على هذا الدرس في تقديري أن المسلمون العيش في الجيتو والانعزال على هذه المجتمعات بعض الناس بعض الناس في الجاليات المسلمة وفي الأقليات المسلمة في أوروبا جزء متطرف جدا يدعو إلى العنف وإثارة المشاكل وجزء آخر يقول أنه إذا ابتعدنا عن السياسة وبتعدنا عن الاختلافات وبتعدنا عن الاحتجاج وبتعدنا هذا يوفر لنا أم بالعكس هذا يجعلهم أكثر عرضة للاعتدال العيش في الجيتو اليهود اليهود السبب الرئيسي الذي تسبب في مجزلتهم هو هذا العيش المنعزل والانكفاء على أنفسهم المشاركة في الحياة السياسية الخيرات مع المجتمع المدني الغربي ربط العلاقات مع النخب حتى نخب على الهامش في السياسة الغربية ولكن هي توفر في الأخير حماية وتخليك في علاقة مباشرة مع الحياة السياسية ولا تسمح باستغلال وضعك للسياسيين الانتهازيين أن توظيف هذه الجليات التي بدون صوت طيب ذكرت ساركوزي وهو الملف ربما نقفل به هذه الجولة الجزائر أستدلط في هذا الأسبوع أيضا سؤال المليون فيها هو من قتل الرهبان الفرنسيين هل هي الجماعة المسلحة أم كما كشف الجنرال الفرنسي على أن الجيش الجزائري هو من قتلهم خطأ المشكلة أنه الآن يبدو العلاقة ستتوتر بشكل كبير جدا وهي أصلا متوترة كما تشير التقارير علاقة فرنسا بالجزائر بعد كلام ساركوزي الأخير الآن عندما جدد حديثه بأنه لا سرية في القضاء وبأن العلاقات بين الدول تبنى على الحقيقة وليس على الكذب هذا الجديد على كل هذا كلام هذا كلام ساركوزي لا يأخذ كلامه بجدية كبيرة في هذه المساء ولكن السؤال الذي صاحب الحرب الجزائرية من بداياتها من يقتل من هذه مجزرة الرهبان هي مجزرة من المسازر الصغيرة فيه مجزرة بن طلحة هذه الشهيرة القرية كاملة أبيدت على بعد كيلو مترين من ثكنة كبيرة للجيش ولم فيه كثير من جرام القتل والتفجير واختطاف الطائرات والتفجيرات في باريس التي لم يكن واضحا على الأقل إذا أردنا أن نكون لم يكن واضحا من يقوم بها ومن يفعلها هذا السؤال يثار من جديد لا نعلم خلفيات إثارته يعني العلاقات الجزائرية الفرنسية ليست في أحسن حالاتها هناك ضغط من الجزائر لاعتذار فرنسي خاصة بعد الاعتذار الإيطالي للليبيا يعني هناك بتفليقة في خلاف مع الجيش تعطلت في موضوع الترقيات والإحالة تقعت في هذه الأسبوع الماضي يعني بأنه لم يكن هناك اتفاق من سيبقى من سيذهب فكل هذه بتفليقة نفسه قال أنا ليس لعلاقة بالموضوع ولم أكن رئيسا يعني فاعل مع الموضوع ليس كانوا يمس سيادا لأن أهم مؤسف البلد الجيش متهمة بجرائم ضد الإنساني وهو الرئيس يقول أنا تفاهموا مع الفرنسي مش هم أصديقا أكم يعني تفاهموا معهم كيف سينتهي هذا الملف دكتور عزام والله لا أدري كيف سينتهي لكنه هذا فجر قضية في غاية الأهمية كم اتهم الإسلاميون زورا وبهتانا بجرائم أنا ليس لدي شك أن هناك نفر قليل جدا ممن يدعون الانتساب إلى الإسلام ممن يقومون بجرائم ويستبيحون ما ليس مباحا ولكن هناك أنظمة وأجهزة استغلت ما يقوم به هؤلاء من أجل القيام بجرائم أكبر بكثير مما يقوم به هؤلاء لتمريل السياسات فإذا كانت صحة رواية الجنرال الفرنسي هذا يبو كان قائما بالأعمال كان قائم العسكري في الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في الجزائر إذا صحت روايته فهي مثيرة للرعب معناته كثير من الجرائم مسؤول عنها كان الجيش الجزائري فالفرنسي نعم يعني أستاذ عبدالله عفوا لكن أريد أن نسحب ذلك على ما يجري في العراق أيضا من يقتل من في العراق هذه الجرائم اليومية البشعة التفجيرات التي تنسب أو لا تنسب معظمها لا ينسب بأحد من الذي يقوم بها من أجل أن يظل الاحتلال موجودا وقائما عملية العنف وإدارة العنف في عملية صراع أكبر بكثير ومؤقدة جدا أستاذ عبدالله حمودة يبدو أنها للأسف لا تزال غامضة طبعا هؤلاء يحمد الله أنهم فرنسيون وبالتالي جاء الوقت الذي يفتح فيه ملفهم أما الجزائريون المائتين ألف على الأقل تقديرات فيبدو أن هؤلاء نفقهم طويل أستاذ عبدالله للأسف الشديد حتى يفتح التحقيق فيهم من قتلهم قيمة الإنسان العربي والمسلم لدى حكومة بلاده قليلة الأهمية ونحن لم نتعلم أنه لو واحد خرج مع امرأة في أوروبا للتنزه في قارب وظل القارب ولم يعود في موعده بتطلع كل القوات البحرية والقوات الجوية للبحث عنه وهو زاهب في نزهة وهذا كله على تكلفة على نفق دافع الضرائب بينما نحن عندنا للأسف لا يحظى أي مواطن بالاهتمام الذي يستحقه في حياته أو حتى في مماته والأمور المؤسفة أننا الشيء الوحيد الذي يطلق عليه تكريم الإنسان هو سيارة الدفن التي يكتب عليها سيارة تكريم الإنسان والإنسان يعني يفتقر إلى التكريم في كل مظاهر حياته ومماده إلى أن يموت للأسف إلى في اللحظة الأخيرة في ثلاث دقائق سأوزحها لكم عليكم بالعدل أستاذ أستاذ لطفي كيف ترى مستقبل الشيخ شريف بعد تصاعد اللحدات في الصومال بشكل كبير جدا لدرجة أن حركة الشباب والمجاهدين وصل بها الأمر أن تقول لشيخ شريف أخرج وأن الموضوع أيام فقط والحديث على أنه صراع على بواب القصر وما إلى ذلك حديث على مساعدات أمريكية وأسلحة تقدم الآن للشيخ شريف حديث على تدخل أمريكي ربما وشيك يبدو أنه انتهى الحديث على الدولة والإقاع عودة هيبة الدولة في الصومال الشيخ شريف في أحسن حالات سيعود رئيسا لفصيل من الفصائل هذه التي تتحارب ويبدو أنه وضع الصومال مازال طويلا أنا أظن أن الشيخ شريف أقدم على الانتحار يوم طلب بعودة القوات الأثيوبية مهما كان من خلاف بينه وبين الآخرين عندما طلب بدخول القوات الأجنبية قتل نفسه بنفسه سيد عبد الله عندما جاء الشيخ شريف إلى السلطة ساد التوقعات لدى البعض بأن مجيء قائد عسكري للمجاهدين إلى السلطة يعني نوع من الإتيان بهم إلى السلطة والدمج بحيث يتحقق الاستقرار للأسف الشريف توجه اتهامات إلى الشيخ شريف بأنه تم تجنيده من قمة هذه المجموعة ونقله إلى الحكومة بشكل لم يحقق إلا مزيد من التفتيت للقوى المتقاتلة في الصومال وهذه قضية شديدة الخطورة وهناك قوى إقليمية تتصارع باسم القوى الدولية ولحسابها وللأسف كثير من الصوماليون في حالته شديد جدا على كل هناك تعويل أيضا على دور مصري يبدو على مبادرة مصرية تستعد لها مصر في أن تجمع الأطراف المختلفة لا ندري ما إذا كان هل مصر لها تاريخ في نجاح المبادرات في الوضع الفلسطيني مش كاين يمشي لا تاريخ للصومال الشهيد كمال الدين صليح وآخر على كل نحن بس أرجو إذا ذهبوا ألا يضيعوها هذه هي القضية على كل نحن بدأنا بوفد مصري والتهينا بمبادرة مصرية شكرا لكم دكتور عزام تميمي والكاتب والصحفي عبدالله حمودة وكذلك الباحث لطفي زيتون شكرا جزيلا لكم مشاهدين بآلا نكون قد وصلنا إلى ختم حلقة اليوم السبوع المقبل بإذن الله يتجدد لقاؤنا مع حصاد أسبوعي جديد لشك سيكون مليئا بأحداث جديدة السلام عليكم والسعود عليكم الله شكرا لكم